نبقى في شمال سيناء أيضا حيث أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر مصر ما وصلت إليه الأوضاع في إحدى المدارس بمدينة رفح وتظهر الصور دمارا أصاب المدرسة بسبب تعرضها للقصف والعمليات الأمنية التي تشهدها المنطقة وقال طلاب في هذه الصور إنهم لم يبدأوا الدراسة حتى الآن وذلك على الرغم من أن السلطات أعلنت يوم الأحد استئناف الدراسة في مدينتي رفح والشيخ زويد بعد أن تم تعليقها لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الأمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة